السلام عليكم زكا شباب ان شاء الله نهاردة في الفيديو ده نتكلم عن سبليتينج والمرجينج تمام فالسبليتينج والمرجينج مهمين جدا ويستخدهم في مجالات كتير جدا شبهى الميديكا الامجينج والامج بروسوسينج والفاسروجيجنيشن والكلام ده كله وحتى الابجيك تيكشن وفيه ارغوريزمس كتير بيستخدهم من حاجات ديت فان شاء الله خليكم معاه في الفيديو هنوضع حقته تمام فى يلا بينا فاول حاجة شبهى كل فيديو بردك هنوضع اول حاجة هنعمل الامج هنجب الامج بتاعتنا وبعد كده اول حاجة السبليتينج السبليتينج ديت احنا قلنا اي امج ملونه يعني اي امج بألوان وتنكون من ثلاث طبقات اللي هها طبقة اللون نزرق وطبقة اللون الاخضر وطبقة اللون الاحمر لما اقول له سيفي تويتو سبلت امج هيديني الثلاث طبقة بتاعت الصورة اللي هها البي والجي والار تمام وبعد كده هنعرض الميرجينج بقى الفكرة في ايه؟ الميرجينج ان هو يعني بيجي بقى ياخدوا الطبقات ديت ويجمع فوق بعضها عشان يديك الصورة الاصلية يعني لو انا جيت قلت له CV2.merge ماشي هي فين؟ او CV2.merge ال B و G و R هيديك الصورة الاصلية اساسا تمام؟ فخليك بس معايا دلوقتي وانا هوضح لك الكود اللي في النص دي بيعمليه تمام؟ ديت المفروض من ديت البلو والجرين والرد طبعا انت مستغرب وشكلهم غريب وفين الالوان وفين اللون الاحمر وفين الكلام ده كله فالفكرة ان لما بعمل سبلت ان هو بيجي على الصورة يعني ايه؟ بيجي على الصورة ويشوف درجة لون الاحمر موجودة في الصور قد ايه؟ لما فيش لون احمر خالص هيخلي كل الطبقة ديت سود دي كلها سود عشان ما فيش ولا لون احمر موجود في الصور تمام؟ انما هنا بيضا هتلاقي شاه يو وضحة ازاي او بيضا ازاي وفاتحة ازاي دي هتلاقي للفيه لون احمر بين فيه او فيية درجة قرائبة جدا من لون احمر موجودة في شكل القارب ده او المركب دي تمام؟ داتنيا حاجه يعني هنا في Mint Green وهتلاقي هنا؟ غامق شوية هتلاقي هنا في درجة لون اقدر قليلة جدا وهنا درجة لون اقدر قليلة بس هنا فاتحة شوية هتلاقي هنا بيه درجة لون اقدر الموجوده شوية ونفس الكلام في القارب تمام؟ هنا بقى في اللون الزرق اللون الزرق أكتر واحد فاتح فيهم يعني هنا هتلاقي اللون فاتح جدا وهنا فاتح برضك مقارنة باللغدر والأحمر وكمان هنا برضك فاتح وحتى يعني هتلاقي فاتح جدا تمام فدي عرفك بس يعني لما احنا نعمل كده عرفك إن في لون الأحمر يعني تقريبا نشبه مع دم الصورة واللون الزرق قليل جدا إنما اللون الأحمر اللزرق هو طاقي وهو اللي موجود أكتر حاجة في الصورة التعلي بقى في الصورة اللي إنتم المفروض تخيلها على الصورة دية تمام ؟ اللي هو المفروض إنه لون الزرق بيبقى م takتر بقى المطول واللون الأحمر بالطور دي الصورة اللي إحنا المفروض متخيل transformsoms احنا بقى لو جنا مثلا نجيبنا عن الصور التلاته اللى فوق وأملا جمعناهم على بعض فهيدوك الصورة الأصلية تمام ؟ فهداية الصورة الأصلية لو أنت جب بصيت هتلاقي اللون يعني اللون القارب عما centrتي تلاقي قريب أو من اللون الأحمر او الزبت ديت عشان هو اللون ابيض تمام فهتلاقي ظاهر في كل الوان عشان اللون الابيض اساسا بيتكون من الالوان الثلاثة الدولة واللاغضر والزرع عشان كده ظاهر هنا وظاهر هنا وظاهر هنا تمام وبس فهو وهنا اللون نقدر نفس الكلام هتلاقي برضك ظاهر في الطبقات التانية واللون اللازرع اكتر حاجة طاقية عشان هو لون البحر اساسا تمام فالفكرة في كن طيب احنا قلنا طبعا فايدته ايه طبعا والمرجين وكلام ده كله الفايدة مثلا يعني كمثال الميديكال اميج بروسسنج انت لو جيت بسط هنا يعني هتلاقي اللون اللحمر يعني حدد شكل القرب بالزبط يعني اكتر حاجة واضحة فيه شكل القرب بالزبط حتى لخليفها السودع فانت كده يعني ايه لو دخلت على اي حاجة هيبقى المعارجة بتاعت الصورة ديت بسطة جدا وممكن تستخدم اي حاجة انما على عكس دولت الدولت فيه طبقة ولازم تتخلص من الطبقة والكلام ده كله انما هنا فيه حاجة مسلا اسمها اميج بروسسنج يعني مسلا ممكن انت بيعمله مسلا اشعة مسلا او او اي حتة مسلا تبعة الطب والكلام ده وبعد الكلام يعمله لو مسلا يعمله اسبلت للامج لييرز او الامج تشانلز تمام؟ فايه اللي هيحصل هيبقى عندك ريد وجرين وبلو فبيلقوا ان الريد بس ماشي هي اللي فيها اكتر تفاصيل وهي اللي ممكن مثلا تحدد شكل الخلية او شكل الورم او اي حاجة فهم بيستخدموا بس الاسبلت وبعد كي يحددوا على تشانل واحدة بس مسلا شبهي الريد وبعد كي يبدأوا بيعملوا الامج بروسسنج عليه بدلا ما يعملوا الامج بروسسنج على الصورة كلها بالتلاتة تشانلز لا بيعملوا سبلت ويحددوا اكتر تشانل فيها تفاصيل واضحة وبعد كي يبدأوا يعملوا عليها ايه بروسسنج بقى والكلام ده كله فديت يعني حاجة من المتطلقات اللي بيستخدم فيها التشانل والسبلت والكلام ده كله تمام؟ طيب احنا نسه برضك ما انضحناش احنا عملنا الجزء اللي تحت دي ازاي فتعالوا نشوفو الجزء اللي تحت احنا عملنا اول حاجة احنا يعني ايه عملنا ميرج ماشي سيفي تو دوت ميرج زيرو زيرو وعار طيب زيرو دي بتاعت مين؟ زيرو ديتا انا عملت نبي تو تزيرو الزس ايه نبي تو تزيرو الزس عملت layer 2D ماشي بنفس الطول والعرض بتاع الصورة الاصليه تمام؟ بس خلتها كلها صفار ماشي عشان تبقى طبقة صودة اساسا تمام؟ فهمني؟ فانا خلت صبقه اا عملت طبقة بنفس الطول والعرض بتاع الصورة الاصلية. ماشي بس مش طبقة 3D لأ طبقة 2D بتكون بس من طوله عرض تمام؟ وبعدين بعد كده بقى قلت عرضتها قلت CV2.merge 00R احنا قلنا CV2.merge بتعمل ايه بتجيب الطبقة تفوق بعضها وتحطه. تمام؟ فانا لما اجيب طبقة لون نسود وطبقة لون نسود وطبقة لون الأحمر فهو مش هيبنى اللون الأحمر بس. تمام؟ فيبقى هتحس ان كل البيكسلز اختفت تمام؟ ماتبقاش لبقى البيكسلز بتاعته اللون الأحمر بس. تمام؟ ونفس الكلام بالنسبة للون الأقدر. هتخلى اللحمر وآزرق اللحمر zero. تمام؟ واللخدر هتحطه بالكمة بتاعته التي احنا جبناه من هنا. تمام؟ ونفس الكلام باللون الأزرق. دي برضك شبيهة بالحطة بتاعت البيكسلز. نحن لو كنا نتخلى مثلا عايزين نعمل شكل وهو عايزين مثلا نخلى الشكل ديه لونه أقدر أو لونه أخبر اي حاجة كنا بنخلي قيمة اللغضر مثلا لونه احمر فبنخلي قيمة اللغضر واللزرق صفر وهكز وبعد كده نخلي قيمة اللغضر اعلى قيمة فدي بالزبط اللغضر يحصل هنا بس فلما انت تعمل كده هيدك مين؟ هيدك الـ channels اللي احنا شفناه اللي تحت دي هيدك الجزء اللي تحت ده بعد كده متجمع الـ 3 channels اللي فوق دولات اللي هو الـ B و G و R هتديك الصورة الاصلية اللي هي هنا دي اللي هو اخر سطر هنا موجودة هنا بجمع الـ B و G و R بس فهو يعني الـ بيستخدم بشدة جدا في الخوارزميات والحاجات الكتير جدا وبردك شبه ما قلنا في الـ image processing وحتى في الـ object recognition والـ face recognition والكلام ده كل تمام فهو مهم جدا ويعني هنستخدمه ان شاء الله كتير في الفترات الجاية فبس فهو دي نهاية الفيديو ويا ربي يكون عجبك واستفدتم منه ويا ريت لو لسه مشاركت معنا في القناة تنزل تحت وتعامل واشتراك وتفعل الجرس وعجبك الفيديو يريد تعمل ذلك وتشاره مع اصحابك واشوفكم في الفيديو جدا ان شاء الله يلا سمع عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة